ممارسات النظام الايراني تنعكس على الداخل بوصول نسب الانتحار بين الايرانيين الى ارقام غير مسبوقة فغير بعيد عن تدخلاته السافرة في شؤون جيرانه يتفنن النظام الايراني في صياغة مسوغات انتحار شعبه موجة كبيرة ابتلعت شبابا ونساء وكبار سن وكذلك اطفال منهم من شنق نفسه في سجون النظام او الشوارع العامة واخرون يلقون بانفسهم قفزا من على جسور او ابنية عالية والقاسم المشترك بين هؤلاء يتراوح بين الشكوى من غلاء المعيشة او اسعار الخدمات الطبية والاحتجاج على احكام قضائية جائرة وتعسف من قبل اجهزة الدولة والغضب والاحتقان من الاضطهاد العرقي او الطائفي او التهميش دراسات حكومية ايرانية وخبراء اظهروا ان النساء اللائي قمن بمحاولات انتحار هذا العام ضعف عدد الرجال ووفق ارقام اكدها انشروان محسن بندربي رئيس منظمة رعاية الدولة الايرانية ان عدد حالات الانتحار بلغت 2800 امرأة و1440 رجلا وان حالات الانتحار وصلت الى 6000 شخص العام الماضي وكان وزير الصحة في حكومة روحاني في تفسيره لارتفاع نسب الانتحار قد اشار الى ان 12% من الايرانيين مصابون بالكآبة بل ان وكالة انباء عبرات نيوز الايرانية كشفت ان محافظات عيلام والاحواز ولورستان وكرمان شاه كانت على رأس قائمة المناطق التي سجلت اكبر معدلات للانتحار في ايران وهي المناطق الاكثر فقرة محمد جمال العربية